مرحبا بك في صف الرسم للأمهات موضوع اليوم هو الرسمي بالأشياء الطبيعية كيف نرسم بالأشياء الطبيعية؟ لا أقصد أنه يمكننا استخدامها مثل الطريقة التي نستخدم بها أقلام الرصاص أو أقلام التلوين ولكن يمكنك استخدامها للتعبير عن الصورة هل جمعت الأشياء الطبيعية على مدار الأسبوع وجففتها وأحضرتها معك اليوم؟ تظهر الصورة التالية بعض الأطفال يقومون بنشاط باستخدام الكائنات الطبيعية التي جمعوها ما أحضروه في الغالب مواد غير مجففة يمكنك القيام بهذا النشاط بعد تجفيف الأشياء الطبيعية ولكن لا بأس أيضا من استخدام الأشياء الغير مجففة كلاهما على ما يرام لذلك لا تقلق إذا لم تتمكن من تشفيفها إليك كيف يعبر بعض الأطفال الصغار عن الأشخاص باستخدام الأشياء الطبيعية على الرغم من أنها تبدو بسيطة من حيث الشكل إلى أن الجميع عبر عنها بشكل فريق هذه الأشياء يعبر عنها أطفال المدارس الابتدائية رسموا شكل الوجه بالقلم أولا ثم عبروا عن الشعر والعين والأنف والشفاه باستخدام الأشياء الطبيعية إذا نظرت عن كسب فلن تستخدم فقط بتلات الزهور والأوراق ولكن أيضا الفروع والأحجار وأكواز الصنوبر أيضا هنا قاموا بقص الأوراق بأحجام صغيرة وعبروا عن الحيوانات والحشرات على كل واحدة باستخدام أشياء طبيعية بعد ذلك استخدموا خيطا لتوصيل الأوراق وربطوها بالفروع ثم علقوها على الحائط من الممتع تخمين الحيوانات والحشرات التي كانوا يحاولون التعبير عنها هذه أيضا تعبيرات عن الحشرات والحيوانات باستثناء النملة كل الشيء مثل الحيوانات يمكنك أن تراه أستطيع أن أرى سنجابا زرافات وسعلبا وفيلا وأيضا حتى ضينصورات إنه متناسب ومرسوم بدقة شديدة ستفكر أولا فيما يجب أن تعبر عنه ثم تختار الأشياء الطبيعية التي تتوافق مع هذا الشكل واللون وإذا قمت بقصها كما لو كنت تقص ورقة فستبدو أكثر إتقانا أليس كذلك؟ تعبر هذه المناظر باستخدام الكائنات الطبيعية في المشهد العلوي تتحرك السيارات على الطريق والأشجار على الجانب الآخر وهي تعبر عن السيارات والأشجار عن طريق قطع الأوراق بأشكال مناسبة وقطع الأوراق إلى قطع صغيرة لتعبر عن العشب على جانبي الطريق قام المشهد أدناه بتلوين التلال بالطلاء ووضع الأوراق المجمعة في الأعلى للتعبير عن الأشجار في كلتا صورتين ثم إنشاء المناظر الطبيعية للخريف بشكل طبيعي من خلال التعبير عن المناظر الطبيعية بعد جمع أوراق الخريف تم التعبير عن هذين بطريقة مختلفة قليلا هل يمكنك معرفة التشابه؟ لم يعلو الأشياء الطبيعية بل وضعوا الطلاء على جانب واحد من الورقة وختموه على الورقة بالنسبة للصورة الموجودة على اليسار رسموا المزهرية والفواكه أولا ورسموا الخلفية باللون الأصفر ثم قاموا بختم الأشياء الطبيعية بالطلاء لذلك للقيام بذلك سيتعين عليك أولا رسم ما تريد التعبير عنه وتلوين المكان الذي تريد إعطاء اللون فيه ثم ختم الأشياء الطبيعية لكنك تحتاج إلى وضع الكثير من الطلاء والماء على الفرشات لتظهر الألوان بشكل جيد مثل هذه الصورة هل يمكنك أن ترى ما هو التشابه بين هاتين الصورتين؟ قام كلاهما بقص صندوق والتعبير عن الصورة عن طريق إرفاق أشياء طبيعية على اليسار رسموا وجه إمرأة أول وقطعوه وأقصوه على الصندوق ووضعوه عليه ثم قاموا بوضع أشياء طبيعية للتعبير عن شعرها على اليسار استخدموا أخصانا وأوراقا للتعبير عن شجرة جديدة أرى أخرى هل يمكنك تحدد التشابه من هذه الصور الأربعة؟ أولا كلهم نساء ثانيا يتم التعبير عن شعر جميع النساء الأربعة الذي تهب عليه الرياح ثالثا هناك عصفور أو فراشة بجانب كل النساء أعتقد أن حرية الطيور والفراشات تعبر وتسير بشكل جيد مع شعر المرأة المنفوخ والأهم من ذلك إنه من المسير للأعجاب أن يتم استخدام أشياء طبيعية لالتقاط حركة الشعر أخيرا تم التعبير عن هذا من قبل إمرأة أفغانية أولا رسمت الأشخاص والقطة في خطوطهم بسيطة ولونت المنطقة التي تريد أن تعطيها اللون بعد ذلك ترفقت بها بعض أوراق الشجر التي تنتمي إلى شجرة التوت وأخيرا أنهتها بوضع بعض الطلاء على الخلفية مثل الختم حتى لو لم يتم رسمها أو تلوينها ببراعة وتم تلوين بعض المناطق المهمة فقط فلا يزال من الممكن أن يتحول إلى عمل فني رائع مثل هذا لقد نظرنا إلى الصور التي تم التعبير عنها باستخدام الأشياء الطبيعية عادة عندما تفكر في الرسومات تفكر في أقلام الرصاص وأقلام والتلوين ولكن كما رأيت في فصل اليوم يمكنك التعبير عن الرسم الإبداعي باستخدام مواد مختلفة غير مواد الرسم المعروفة في العادة ثم الآن استخدم الكائنات الطبيعية التي جمعتها للتعبير عن أي صورة تريديها يمكنك التعبير عن أي شيء كما رأيته في الأمثلة مثل المناظر، الحشرات، الحيوانات، وأيضا الأشخاص وما إلى ذلك لا أطيق الانتظار لرؤية أعمالكم الفنية الرائعة الآن استمتعوا بالقيام بهذا النشاط هذا كل شيء لفصل اليوم شكرا لكم